جاء بيان مخرجة اجتماع المجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونة فرصة للبحث والقراءة بتمع بخصوص مسائل استراتيجية متعالقة بالحالة الأمنية المرتبطة بالدول الجوار ومنطقة الصحلة الأفريقية الملئة بالتحديات الجيوسياسية لكن هذه المرة على ما يبدو هناك أجندة خفية لدولة عربية لم يكشف عن اسمها رسميا تحاول خلط الأوراق السياسية والأمنية على الحدود بما يمس الأمن القومي العطني رسالة لأن الجزائر كدولة مطلعة على كل التحركات المشبهة التي تتم خاصة في حدودنا الجنوبية هذه التحركات طبعا ليست جديدة وليست معزولة وإنما هي امتداد لسلسلة من تحركات تقوم بها دولة وظيفية خليجية نعرف جيدا ما رميها ودوافع التي تحركها المجلس الأعلى للأمن بقيادة الرئيس تبون الذي عبر عن أسفه إزاء التصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيقة يبعث برسائل واضحة لبعض الأطراف التي انغمست في المستنقع المغزنية الصيونية لاستتراك أخطائها قبل ربما اتخاذ إجراءات حازمة قد تصعد الوضع في العلاقات الدبلوماسية لكن حتما تعطي نفسا جديدا لتموقع الجزائر ضمن الخريطة الدولية رسالة واضحة أن الجزائر نريد أن نقول أننا على علم ما يجري وأن طول النفس الذي تعرفه والحكمة المعروفة عن الدبلوماسية الجزائرية له طبعا حدوده ولا يمكن أن يبقى دائما خاصة عندما يتعلق الأمر بتدخل سافر واستفزازات تهديد الأمن القوم الجزائري قرارة حاسمة على ما يبدو على طولات الدبلوماسية الجزائرية مستقبلا لتأديب بعض الأنظمة التي تصنف نفسها ضمن قائمة الدول العربية التي تمتهن لعبات المؤامرة وفق سياسة الكيل بمكيالين لتأجيج الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للجزائر لكن الدولة الجزائرية بحكم تاريخها المليء بمبادئ الرصنع تتحرك في الوقت المناسب ترجمة نانسي قنقر